اشتركوا في القناة ميتة حيا منذ ثمانية سنوات مثلي مثل نذير وصفيان الفرق انني فوق ارضي ووطني وهم في معتقلات تحت الاراضي الليبية كما كنت تسمع اليوم والدة نذير لكتاري توجه رسالة الرئيس الجمهورية انه بجد قابلوا اليوم المساء ولازم يستقبلها وينظر لها في موضوع ولدها نذير لكتاري وزاد صفيان اللي عندهم اكثر من ثمانية سنين معنا محتزين في ليبيا وولتوا رئيس الجمهورية ما تدخل في الحكاية هذه على فكر انه قبل بعام ونص وعدها وقال انهم لابس علام وفي بانا تدخل رئيس الجمهورية وبيتي رجحهم لتونس لكن اكتشفوا انه ما ثم حتى شي رئيس الجمهورية وعدوا ما تمتش الحكاية انتو ما وحدكم تنجموا تستنجوا وتعتوني رايكم على شي اللي قاعد يسير ان شاء الله رئيس الجمهورية يدخل ويفضلها مشكلتها مسكينة ولدها ثمانية ثمانية سنين وهي يعلم بها كالربي وولتوا الحكومات الكلها اللي مرت حد ما حاب يدخل ان شاء الله رئيس الجمهورية يدخل ويقوم بالواجب وذكها ومسكينة تحرقت على ولادها وربي قدر خير وهكا نكون السنة الى نهاية الموضوع اشتركوا في القناة